طيب دكتور هل كل الأشخاص اللي عندهم اللي بيعانوا من السمنة بسبب أمراض وراثية أو أمراض بشكل عام هل الأدوية الوحدها كافيلة إن هي تعالج السمنة وإن هي تنقص الوزن ولا بيضطروا أن هما يلجأوا يعني يقول مثلا العمليات لأن في ناس كتير جدا بتلجأ العمليات مثلا تخفيف الوزن بتقول أنا عيان أنا مش عارف غز حيلا حضرتك لمستي السؤال مهم جدا إن العمليات أنا ما بحبش تاخد حد يبتدي يخش يقولك أنا عايز أخس أنا هعمل عملية أصلا مش عارف أخس أنا جربت مع كذا دكتور وما بخسش وعلشان كده هروح أعمل عمليات قبل ما تعمل عمليية والكلام ده حتى وإن كنت في أمريكا كنا بنعمله قبل ما يروح العمليات لازم يتابع نظاق يعمل تحليل أول الفيتامين دال والغدة ويتأكد ما فيش حالة مرضية وياخد الإعلاج المناسب لها مع نظام غزائي نظام غزائي لمدة ستة شهور ما حدش يخش عمليات نهائي نهائي إلا ما يكون عامل نظام غزائي ستة شهور صحي وملتزم بعد ما يكون عامل كل الأدوية ولو لقى نفسه ما نزلش نبقى نفكر في حالة كادي العملية مش النهاية المطاف العملية بتساعدك إنك أنت تقلف الوزن يمنع إنك أنت تاكل قليل لكن فيها مشاكل صحية كتير العمليات فيها مشاكل صحية فيها نسبة وفيات أيوة وحقول فيه ناس كتير فيها نسبة وفيات لأي نوع من العمليات بالزبط بص العمليات اللي هي التكميم بالزات الحاجات دي اللي هي فيها حيفتح بطنه هي عمليات كبيرة لكن اللي هو حيركب باللونة والكلام ده كل دي خسارة فيها الفلوس كمان فما يعملهاش أساسا فلو حيعمل عملية يعمل عملية دي بس فيها بالنسبة وفيات آه خد بالك أنت بتخش عملية الليكتف يعني بمزاجك يعني ممكن ينعيش ينتوفى فالنسبة الوفاة فيها بالنسبة 30% كان زمن عالية بس آه يعني إيه 30% يعني 100 واحد دخلوا 30% ممكن يموتوا 30 واحد ممكن يموتوا فهل في ناس كتير عملية على فكرة وعيشة وزي الفل آه دول من الستين في المية لكن في منهم 30% أنت ما تعرفهمش فلازم تعمل بحث كويس قبل ما تعمل حاجة نمرة اتنين قبل ما تقول عمليات ابتد نظام صح مش عشان انت مش قادر تأكل أو عايز تأكل كتير تعمل عملية وفي ناس كتير قوي بيعملوا العمليات وبيزيدوا عليها طب ليه بيزيدوا عليها بقى ده أنا عملت العملية ده عملت العملية ده نصرفت كل اللي وراي واللي قدامي علشان أعمل عملية دي وصولة خس لا بانت لازم نظام صحي مع العملية يعني من الآخر الأكل والنظام الصحي سواء عملت عملية أو ما عملتش مهم وكتير قوي حتى لو كان وراسي يعني دي نقطة مهمة برضو ممكن لنتيجة أدوية ممكن نعوض الأدوية دي بأدوية تانية بديلة ممكن نتيجة الأنظام الغذائية الغير صحية ممكن نتابع نظام الغذائي صحي نمى الوراثي دا ينفع معاه حتى الوراثي بيبقى مش حكاية كده ما احنا رازم نتأكد بالضبط هالقام وراسي يعني ايه ما ممكن يكون يقولك عسنا عائلة تدخينة كلها ولا عندي كلهم زيادة يبقى دوراثي لا ما انا عسنا واخد والكلام دي بقى أنا اسمعوا عندي في العائد هتقولي ايه دي على فكرة واخد من عمتها يا ستي يعني خالتها هي اللي حلوة بقى يمكن لا 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 عمتها هي وده هبس شكل عمتها بالضبط يا ستي لا ده يمكن خالتها لا 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 خالتها زي الفن لكن ما تقولش بقى ايه عمتي ولا خالتي انت بتاكلوا ايه كل يوم هو دا الايه ده لي بيحدد لبقى النظام الغذاء الصحي هو دا اللي حيمشي عليه طيب ايه اللي ممكن نقدر ناخده كعلاج ادوية مثلا وكويس حضرتك فتحت موضوع الادوية بلاش ناخد حكاية الادوية ديت من على من على النت قدنا شوفنا الناس كتير كوركمين وكلام الكرام الفارغ ده كله مش اي حاجة من على النت ناخدها ونقولك هو دا اللي حيخصسني ناخد دواء من السيدلية وتكون تحت إشراف طبي ويكون الدكتور دكتور هو اللي كاتبه مش علشان واحدة صاحبتي يخد الدواء يبقى هو ده اللي شغال مش علشان واحدة قريبتنا خست عليه هو ده اللي شغال طب ده الدواء دواء جاي مستورد وجاي من أمريكا يا سيدي لو كان كده نزله في السيدلية ويكون مصرح به مش علشان موجود في السيدلية وكمان يبقى التصريح من وزارة الصحة المصرية هي دي لأنها تبع إشراف هو ده اللي نقدر ناخده والدكتور هو اللي يقول لك الجرعات المناسبة ليك ايه مش أي دواء ومن سبب بعد ما نعمل التحاليل المناسبة لأن لو عندي نقص فيتامين دال أو عندي حاجة اسمها مقاومة الإنسولين دي عارفة منين بالتحاليل هي دي اللي نقدر ندي العلاج المناسب لها حكاية نفسك بتخس وتلابنا متستعجي بتقول دي أنا بقى برجلين تقول حياتي وما بخسش طيب أنا بلعب رياضة وما بخسش خد يبالك إن الموضوع مش عملية وزن خالص ما أنا كمان بتقس وزنك تقولك أنا منزلتش كام كيلو إحنا مش دخلين مسابقة علشان أخس كام كيلو ولا ما أخسش كام كيلو أنا المهمة عندي الشكل الخارجي هو اللي يتغير اللبس بتاعي يتغير يعني أزود الكتلة عضلية وأقلل الدهون وأزود الميا عشان ما أجلش إمساك فأنا محتاج اللي أنا أشرب ميا علشان نظارة الوجه علشان ألعب رياضة بطريقة صحية تحت إشراف يكون جيم مش أي جيم وخلاص لازم يكون واحد من خارج التربية الرياضية هو اللي يقول لي ألعب إيه وما ألعبش إيه وممكن أكل إيه تحت إشراف تطني